كما شهدت سمر التزام الأهالي بإجراءة فرض حضرة جوال الصادر من خلية الأزمان في محافظة صالح الدين حيث قامت أجهاته المختصة بمتابعة هذا القرار وتوفير مستلزمات موجهة السلالة الجليدة لكورونا الزميل عبدالله العشعوشي ومعه التفاصيل بالتزامن مع ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا وازدياد عدد الإصابات والعودة لفرض حضر التجوال من قبل الحكومة قامت خلية الأزمة في سامراء بتطبيق قرارات خلية الأزمة المركزية والسعي من خلالها لإبعاد المدينة عن خطر السلالة الجديدة تواصل مستحي سامراء العام تقديم خدماتها للمواطنين خلال فترة حضرة التجوال المقار من قبل خلية الأزمة في عوم القطر طبعا مستحي سامراء العام تستقبل المواطنين الذين يعانون من حالات مرضية طارئة وكذلك الحالات الغير طارئة تستقبل المواطنين وتقدم لهم الخدمات بصورة كاملة ردهات المستشفى تستقبل المواطنين بصورة احتيادية في ردهات الأطفال والجراحة والنسائية وكذلك ردهات الباطنية وكذلك تقوم بإجراء العمليات للحالات الطارئة في أغلب الأحيان للحالات الطارئة للحالات الولادة وكذلك الحالات الجراحية الطارئة بالنسبة لرادة العزل في المستشفى الآن لا يوجد بها أي مريض لم يسجد حالة لحد الآن وكذلك لم تؤشر لدينا حالات من السلالة الجديدة فقط الحالات التي تسجل في بعض المناطق للإصابات العادية من دون أي أعراض ويتم إعطاهم العلاج في البيوت من قبل قطاع الرعاية الصحية في سام الرام مديرية أوقاف سام الرام عضوة للجنة خلية الأزمة في القضاء جوامعنا اليوم ومساجدنا وبأمر من معالي رئيس الديوان وبأمر من خلية أزمة الديوان متابعة لكل التفاصيل والقضايا والإعمامات الواردة إلينا من بغداد ومن المحافظة كل جوامعنا دعت أهالي سام الرام للانتزام بحضر التجوال ولتنفيذ قرارات خلية الأزمة أضافة إلى ذلك تعمل جوامعنا ولجنة تنقذ سام الرام من الوباء على تجهيز السلات الغذائية والأشياء من الناس المحتاجين في محافظة صلاح الدين وسام الرام من أهالي سام الرام أهالي اليد السماحة البيضاء لكل المعوزين والذين هم بأمس الحاجة للتبرعات كما قامت القوات الأمنية والفرق الصحية بتطبيق الإجراءات بشكل صارم على المخالفين لغرض السيطرة والحث على الالتزام التام بكافة التعليمات للسير معا نحو بر الأمان التزام شبهتام قرارات خلية الأزمة وحضرة الجهال بسامرة طبعا أنا إحنا كمواطنين ملتزمين بقرارات خلية الأزمة وملتزمين ببيوتنا يعني ما ريت تتفاقم الإصابات مثل ما صار بالعام السابق وصارت هواية أعداد وإصابات وهواية راحة عالم وهواية تأذى عالم بهذا الفيروس يعني إحنا كمواطنين يعني من التزمين كلش فإحنا دور الحكومة نريد دور الحكومة بهذا الشيء يعني مثلا لا تخلون أحد يطلع لألا الحاجات الضرورية مثلا كمسواك كطبيب كصيدلية هذا الشيء طبعا نطالب الحكومة بتوفير حاجات بسيطة للعوائل الفقيرة المتعففة تشهد مدينة سامراء التزاما شبهتام بحضر التجوال مما يعكس إدراك المواطن لحجم الخطر وشعوره بالمسؤولية وسعه لتجنيب المدينة خطر الوباء لصلاح الدين عبدالله العشعوشي سامراء